أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المحبب إلى قلوبكم كالعادة برنامج الأهلي خط أحمر على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا في بداية البرنامج عايزة أقول يعني بنعتذلكم عن عدم موجود أسامة النهاردة لظرف أسري وإن شاء الله بإذن الله موجودين فيما هو قادم معاكم كالعادة صنائية خط أحمر اللي أنتو بتحبوها واللي أنتو تعودتوا عليها واللي دايما هي سر نجاح التركيبة والتوليفة بتاعة خط أحمر طبعا النادي الأهلي بيواصل انتصاراته وبنروح من فرحة لفرحة ومن سعادة لسعادة وكأن النادي الأهلي على مدار هو الحياة مش على مدار الفترة الأخيرة بس هو الحياة طول الوقت النادي الأهلي هو صانع السعادة وصانع البهجة نبدأ معاكم من حيث انتهت سعادة النادي الأهلي ومن آخر لحظات سعادة عشناها مع النادي الأهلي وهي فوز سلة النادي الأهلي النهاردة في مباراة كبيرة كبيرة على نادي الاتحاد السكندري في البست فايف يعني انتصار مهم جدا انتصار بيفرق مع النادي الأهلي انتصار كنا محتاجينه عشان نقرب للقب ونقرب أكتر ان احنا يكون عندنا حظوظ أكبر النادي الأهلي فاز بنتيجة 67-58 في تالت مباريات البست فايف النادي الأهلي كده ناتجته 2-1 الماتش اللي جاي ان شاء الله بإذن الله يوم الاتنين الساعة 7 يمكن إيهاب أمين النهاردة عمل مباراة رائعة لما تشوفها لازم تقول لإيهاب أمين ربنا يا ابن يحفظك ربنا يحفظك لأن انت فعلا موهوب فعلا مختلف فعلا لاعب تحس انه هو حريف سلة بجد لاب عنده قدرات استثنائية إيهاب أمين النهاردة سجل 21 نقطة وهو أعلى حد تسجيلا للنقاط النهاردة يمكن النادي الأهلي كان عنده تفوق واضح على مدار الأربع فترات بتوع المباراة فعايز أقول حاجة يحسب يا جماعة للنادي الأهلي اللي هو بيعمله ده لأن النادي الأهلي شارك في بطولة البال على الجانب الآخر عنده ما تبقى من تصفيات حيسافر رواندا وما بين ده وده كان بيلعب البستوف فايف مجود صعب مجود صعب في السلة كمان مش على المستوى البدني بس لا على المستوى الزهني كمان أن أنت يكون عندك القدرة على التركيز ده وأن أنت يكون عندك القدرة على أن أنت ما بين البال وما بين التصفيات اللي أنت حتروحها في رواندا وتلعب في النص مع فريق عملاق في قرة السلة وأي حد عارف تاريخ الاتحاد في قرة السلة هو عارف لما يتكلم عن الاتحاد يبقى بيتكلم عن فريق كبير فأن أنت يكون عندك المباريات وتكون واقف على رجلك وتبقى لحد الوقت اتنين واحد ده شيء مهم جدا إن شاء الله كتيبة أوجستي يوصله كتابة التاريخ لأن اللي أنا شايفه مقطاع السلة في نتايق قوية في تغيير تغيير لخريطة كرة السلة في مصر وده صعب جدا صعب جدا إن أنت تغيير خريطة لعبة وده اللي بيعمله النادي الأهلي في كرة السلة والأمانة مدرب زي أوجستي هو رهان تقدر تعمل بيه ده النادي الأهلي عنده مجموعة لعبين مميزة جدا يمكن حتى محترف زي تومسون اللي في بعض الأوقات بنتكلم عليه إن تومسون مستنين منه أكتر طب المحترف يمكن شوفنا في أول مباراة الباستوففايف كان ليه دور كبير جدا فيها كان متقلق جدا فيها وفرع معانا بشكل كبير فيها وصلنا لنقطة إيجابية جدا وصلنا لنقطة مهمة إن شاء الله بإذن الله في حالة فوزنا يوم الاثنين نقدر نحسم اللقب ونحسم اللقب للنادي الأهلي ويكون النادي الأهلي بيواصل كتابة تاريخ في لعبة كرة السلة كل التحية لكتيبة أوجستي وكل التحية لأوجستي كمدرب فعلا متفرد فعلا مختلف فعلا عنده شخصية يمكن أجماعة النادي الأهلي في حاجة واضحة وصريحة وهي إزاي الشخص اللي عنده مقومات النجاح لما تحطه في منظومة النادي الأهلي المكان تطلع قماش يعني هي المكان تطلع قماش يعني هتحط ديفيد ديفز في اليد وهو عنده القدرات وعنده الشخصية وحط 100 خط تحت الشخصية مش هتنجح في النادي الأهلي كمدرب وانت عندك قدرات بس هتنجح في النادي الأهلي وانت عندك قدرات وعندك شخصية وعشان كده أوجستي ناجح وعشان كده ديفيد ديفز في اليد ناجح وعشان كده في كرة القدم مارسل كولر بيكتب تاريخ لأنه هم عندهم الكفاءة السبنية وعندهم القدرات الشخصية اللي تساعد على ده وعشان كده بتشوف البصمة واضحة منو الجزي نجح وسب تاريخ مع النادي الأهلي عشان كان مدرب عنده شخصية وكتير جدا من المدربين اللي بعده نجحوا كان عشان عندهم شخصية النادي الأهلي بيوفر لك حاجات كتير جدا بيوفر لك حاجات كتير جدا وأنا قلتها عن مارسل كولر قبل كده أنه هو مدرب وتجربه حق أفضل حاجة ممكنة من الأدوات المتاحة فما بالك لما يقترن بنادي هو عنده كل الأدوات